السلام عليكم ورحمة الله معكم سيد من قناة الابداع والتميز دائما قناتكم ابدع واستمتع وفيديو جديد النهاردة بنتكلم عن مجموعة من الخفايا والاسرار لباوربوينت وزي ما انتم عارفين باوربوينت من البرامج الرائعة المليئة بالامكانيات الجميلة جدا اللي مع الاسف ناس كتيرة جدا ما تعرفش حاجة عن الامكانيات دي بالرغم من استخدامهم للبرنامج على مدار سنوات طويلة اول حاجة هنتكلم فيها النهاردة هو ازاي احاول اي تيكست قدامي انا كتبه في ايه دي الى صورة يعني التيكست اللي انا كتبه هوت زي ما انتم شايفين ده كلام عادي مكتوب اهو اقدر امسح اي حاجة فيه تمام ازاي احاول التيكست اللي انا كتبه دوت او اي حاجة تاني موجودة عندي على الشاشة الى صورة ان انا هروح الى بعدين هنختار المكان اللي انا عايزه عندي في الجهاز تمام وبعدين اختار هنا بقى نوع الملف اختار اي نوع من انواع الصورة عندك النوع اللي هو الجيف وعندك الجي بي اي جي وعندك البي انجي كل ديت انواع من الصور فانختار مسلا على سبيل المسال جي بي اي جي اهو وبعدين تديها مسلا اي اسم وبعدين سيف اهو هنا هوت بقى بيسألك بيقول لك عايز اي من اللي عندك اللي في تتحول الى صورة طبعا احنا عايزين مسلا الصورة اللي في الاولان اللي انا كنت شغالة عليه فبقول له يعني دوت بس اللي انا شغال عليه هو اللي يتحول الى صورة وهو اللي اوكي اهو نروح نشوف الصورة معنا تمام ادي فتحنا الصورة ادي زي ما انت شايفين صورة تيكست كامل تحول الى اميج عن طريق برنامج الباوربوينت ودي امكانية من الامكانات الجميلة جدا اللي انت ممكن تعمل بها اي ديزاين انت عايزه على الباوربوينت وبعدين تحوله الى اميج تقدر تبعاتها او تستخدمها على اي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي اللي انت شغال عليها الحاجة التانية اللي بتكلم عنها النهاردة هي الاميج ستوك ايه هي الاميج ستوك يعني مسلا انا لما بفتح انهوت سلاد جديد اقدر اجيب صور من على الانترنت لما تخش هنا على العلامة ديت وتدوس عليها تلاقي مكتوب عليها يعني انت تقدر تجيب صورة من الموقع اه بتاعك زي ما انت شايفين اه وبعمولة يعني اه تبع شركة مايكروسوفت تقدر تبحث عن اي صورة وتعمل وطبعا تقدر تختار الجودة اللي انت عايزها وتقدر تختار اي صورة انت عايزها من مجموعة كبيرة جدا من الصور على سبيل المسال هنختار مسلا نكتب كلمة ونعمل بحس عنها اهو زي ما انت شايف هنا هوت بيقول لك هنا هوت يعني بيقول لك الصور اللي تقدر تستخدمها انت عندك في بدون اي حقوق للملكية تمام هنا ما عامل عليه علامة صح يعني تقدر تاخد اي صورة من الصور ديت وتستخدمها بدون خوف خالص من ان انت اه يجي لك او مشاكل في حقوق الملكية هنختار مسلا على سبيل المسال الصورة ديت اهو ونقول انسرت اهو زي ما انت شايفين اه دي الصورة جات واكتوب تحتها المصدر بتاع الصورة اقدر نمسح المصدر دوت اهو نقف عليه ونعمل ادي عندنا الصورة اقدر بعد كده اعمل بها اللي انا عايزه اه سواء ان انا اعمل لها انسرت في اي سلايدز او اكتب عليها اي تعليق او اي استخدامات اخرى عندي على الاستخدام التالت او الخفاية التالتة مع انا النهاردة هو اللي هي امكانية الاقتصاص يعني ان انا لما قف على الصورة هنا هو اعمل عليها دابل كليك هتلاقي فوق عمالي على الكولون او التاب بتاعة الفورمات يعني انا واقف دلوقتي على الصورة اقدر من خلال هنا هو ان انا اروح لها حاجة اسمها الكروب كمام وهنا في مجموعة جميلة جدا من الامكانيات يعني لو دست الهو مسلا على سبيل المثال اهو هتلاقي هنا هو تعمل لي علامات سودة على الجناب وايه اه على اله على الاسهم اللي اليمين واليسار هنا هو تقدر نشد تمام اهو اقدر اشد هنا هو العلامة تمام بدون مغير اي حاجة في الصورة يعني يفضل حجم الصورة الاصلية اللي انا عايزها سابت ولكن انا بعمل في الاجزاء اللي انا عايزها يعني عايز اشيل الاجزاء ديت فمجرد ما سحبت كده هوت خلاص وبادوس بره خلاص اهو كده عمل الكروب طيب الكروب في منه انواع كتيرة لما نقف انه هوت على الكروب هنلاقي الكروب وهنا دي اه امكانية جميلة جدا ان انا اقدر اقص على شكل معين من الاشكال الجميلة اللي ظهر عندي هنا هوت يعني على سبيل المثال نختار اي شكل من الاشكال ونعمل اه بنفس شكله ممكن مسلا نختار ده اهو اهو زي ما نشايفين اداني الشكل واقدر انهو باستخدام العلامة اللي فوق ديت ان انا اغير طريقة الكروب بنفس الشكل اللي عندي اهو زي ما انتم شايفين غير الكروب بنفس الشكل اللي انا عايزه نقدر نخش تاني ونشوف باية امكانيات الكروب عندك اهو تقدر تختار اي شكل مسلا عايزة على شكل اسطوانة مسلا تمام ادي الاشكال الاسطوانية اللي عندي مسلا ممكن نختار زي ده كده اهو وبرضو نقدر نغير الشكل اللي انت عايزه دي كان امكانيات الكروب وفيه امكانيات الريشو ودي برضو لو انت عايز تستخدم ريشو معينة للصورة نسبة معينة للصورة بحيث مسلا هتستخدمها على الواتساب او الفيسبوك او على اليوتيوب مسلا اللي هي ستاشر على تسعادية مسلا الصور اللي بتستخدم في في اليوتيوب نقدر ندوس عليها كده هو هو اوتوماتيك بيحول لي للمساحة او اللي بتستخدم على اليوتيوب او اللي هي نقدر نغير نكبر او نصغر حسب الخيار اللي عندي. دي كانت نظرة سريعة للكروب وامكانياتها الجميلة تقدروا تخشوا وتكتشفوا باقية الامكانيات. الحاجة الرابعة عندنا كمان ان انا اقدر اعمل يعني لما اقف على صورة نواوت هنلاقي نواوت على اليسار ظهرك حاجة اسمها تمام? لما دوس عليها تمام? هتلاقي بشكل اوتوماتيكي تمام? اعمل للباكجراوند. طيب في اجزاء انا محتاجها مسلا يعني على سبيل المسال هنا قص جزء لما نطلع برا هنا بص هتلاحظوا ان هو قص جزء من الطائر بتاعي. طيب نقف تاني ونشوف اه الريمو باكجراوند ونبدأ نزبط في الصورة بحيس ان نخلي الطائر زي ما هو هنعمل ايه? هنعمل هنا هوت اه في اجزاء لما ندوس هنا او او نقدر نختار اه مارك اريا ترموف هنا هوت نختار الاجزاء اللي انا محتاج اشيلها وهنا مارك اريا تو كيب طيب في اجزاء انا محتاج اخليها للطائر هدوس هنا هوت هنا هوا كده هوا زي ما انت شايفين بيرجع بيرجع لي الجناح بطاعة الطائر تاني هنا مسلا جزئية في الطائر كانت ممسوحة ندوس عليها هنا هوا بس كده على الاجزاء اللي انت عايز تخليها او مسلا ممكن تخلي ايد الانسان برضو معاك كده هوا كده هوا عملنا تعليم على الاجزاء اللي انا محتاج اخليها من الطائر ندوس برا ونشوف دلوقتي اهوا زي ما نشايفين الشكل بقى اجمل كتير من الاول اهو تقدر كمان تحدد الاجزاء اللي انت عايز مسحة يعني لو انت عايز تشيل يد الانسان مسلا خالص فبتعمل اهو وادوس على ايدي الشخص تمام اهو بيبدأ يشيل حسب اللي انا بدوس عليه اهو اطلع برا تاني اهو شل اليد خالص وخلي اهو الطائر دي طبعا كانت جزئية من الامكانيات اقدر تخش وتجرب فيها مجموعة الامكانيات الجميلة اللي هتكون مفيدة جدا للناس اللي بتقدر تعمل اه ايدت على الباور بوينت للصور بتاعتها الحاجة اللي اللي كمان اللي معانا النهاردة هو الاوتو الاين هنا هوت الاوتو الاين يعني لو انت عندك اكثر من اوبجيكت موجودة عندك على الشاشة ومحتاج تعمل لهم يعني موازاة ومحازاة على خط واحد تقدر بامكانية الاوتو الاين ان انت تعمل كده يعني مسلا انت دلوقتي معاك مجموعة من السندية زي ما انت شايفين بتعلم عليهم كلهم مرة واحدة وبعدين بتروح للخيار بتاع ومن تروح على الاين ادي عندك الاين الاين تطوب مسلا يعني هيجبهم لك كلهم في اعلى الصفحة زي ما انت شايف تمام تقدر تختار بقى اه انواع المحازات اللي انت عايزها ممكن تعملها مسلا ديستربيوت ان هو بيوزعهم لك هريزونتل يعني اه افقي ويسيب المسافات زي ما انت شايفين مسافات متسوية ما بين كل ابجيكت والتاني طبعا امكانيات جميلة وكتيرة بامكانية الالاين تقدر برضو تخش وتجرب حسب الحاجة بتاعتك ل الموازنة اللي انت عايز تعملها الحاجة الكمان اللي معانا دلوقتي هو امكانية المورف ايه هي المورف تمام هي التحوير او التحويل يعني مثلا على سبيل المثال انت دلوقتي عندك اه شكل دائرة مسلا فمحتاج الدائرة دي تزهر بشكل اكبر شوية ويحصل او يحصل انتقال من دائرة صغيرة الى دائرة كبيرة ده اسمه انتقال اسمه مورف تمام عشان نعمل الانتقال دوت هافن هوت واعمل دوبلي كيت للسلايز اللي عندي اهو عمل دوبلي كيت هصبح لاتنين نفس الشكل بالزبط وروح للتانية مسلا وكبر شكل الدايرة اهو نخليها اكبر شوية تمام وبعدين بروح عليها في الترانزيشن او الانتقالات اللي عندي واختار مورف اهو زي ما انت شايفين اهو مجرد ما دست على مورف خلاص نبدأ دلوقتي نعمل حاجة اه ونشوف ايه اللي هيحصل في المورف اهو انتقل من الدايرة الصغيرة الى الدايرة اه كبيرة بشكل جميل جدا وده اه من الترانزيشن اللي ممكن تكون مفيدة اللي بتضيف اه شكل جمالي للباور باونت بتاعك او للبرزنتيشن بتاعك تمام طيب في الحالة ديت كان الشكل دائرة اه صغيرة ودائرة كبيرة طيب لو الشكل بقى اختلف خالص من الدائرة الى شكل مسلا مربع هنرسل مربع تمام اهو لما نيجي نعمل هنا هوت المورف هنلاقي اه زهر الترانزيشن بالشكل اللي انا اه مش عايزه يعني مش مش نفس الطريقة اللي حصلت مسلا اهو اختفق وزهر بشكل تاني طبعا انا لو عايز اعمل التخور او المورفينج بشكل افضل زي ما حصل في موضوع الدايرة الاوانية هنعمل ازاي هنروح دلوقتي اللي فيه المربع تمام هنوس هدوس عليه دابل كليك تمام هيظهر لي الباني العليمين تمام عن طريق ان انا ندوس وبعدين اهو ظهر لي هنا هوت اهو ظهر اسمها طيب انا هنا هوت هغير الاسم وخلي نفس الاسم بتاع المربع هو هو نفس اسم الدائرة عشان اعمل المورف بالذات اه اللي هو طريقة التحول لازم اعمل لازم اعمل اتنين علامة او اللي هي اتنين علامة تعجو واكتب جنبها اي اسم والاتنين يكون لهم نفس الاسم طيب كتبت فوق الاوانية اه مارتين وبعد كده مورف يبقى التاني نفس الشيء في الدائرة هنكتب نفس الاسم ونقول اوكي طيب نجرب دلوقتي بقى ونشوف المورف ايه اللي هيحصل اهو نعمل اه 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 دي زي ما انت شايفين عملت السلايد زي ما انت شايفين انتقل انتقال جميل جدا من الدائرة الى المربع عن طريق امكانية المورف اللي احنا شفناها دلوقتي بتقدر تعمل ديت لاي شكل من الاشكال اللي انت عايزة الحاجة اللي معانا كمان دلوقتي هي يعني ازاي ارسم شكل بدون ما يحصل فيه خلل او اختلاف يعني لما بتسحب مسلا انت عايز دايرة لما بتسحب كده هو تلاحز ان الدايرة تحولت الى شكل بيضاوي او اختل شكلها شوية طيب عشان اخليها او اخلي الشكل اه يعني طالع بامتياز او بشكل صحيح اخلي الدايرة تفضل دايرة مهما كبرت اعمل ايه ادوس على الشفت واسحب يعني مسلا هرسم دايرة ادوس على الشفت واسحب هرسم مربع هدوس على الشفت واسحبه اه عايز ارسم مسلا سهم او خط اه مستوي اه ادوس على الخط واسحبه زي ما شايفين بيظهر لي بشكل اه سابت جدا تمام اما لو انا حاولت ارسم الخط او السهم بدون ما دوش اه هتلاقي ان الخط زي ما تشايف بيظهر علامات فيه بشكل مش جيد ولكن ولما دوس مع اه السحب على الماوس هنلاقي الشكل بيطلع الامكانية التانية كمان مع انا النهاردة هي امكانية وطبعا دي من الامكانات الرائعة اللي بيوفرها اه برنامج باور بوينت عشان اشوف الامكانية ديت هنخش هنا هوت ونفتح زي ما انتم شايفين وبعدين نروح على وجوه على اليمين خالص هلاقي حاجة اسمها يعني تسجيل الشاشة مجرد ما دست عليها هنا هوت هيقول لي يعني هختار المساحة او المكان اللي انا عايز عليه هنعمل مسلا على الدسك توب وبعدين باعمل ريكورد يبقى هنا هيسجلي كل حاجة بعملها على الدسك توب اللي قدامي لو انا عملت اي تحركات او كده فهو هيسجلها وبعدين اعمل تمام اهو افتح اي صورة او اي ملف وبعدين مجرد ما توقفت تمام ادوس زي ما انتم شايفين اوتوماتيك راح اللي انا سجلته على اللي عندي اهو ادي فيديو تمام اقدر اسايف الفيديو بعمل واختاره الميديا فايل هو على شكل يبقى انا كده سجلت فيديو عن طريق امكانية الاسكريين الامكانية التانية اللي معانا دلوقتي كمان هي امكانية الميرج شيبس الميرج شيبس يعني ان انا ادمج اكثر من شكل مع بعض في الباوربوينت ودي امكانية جميلة جدا تقدر تطلع منها باشكال جميلة يعني مسلا انا عندي هنا دايرة وعندي اه مربع لما بحطوهم فوق بعض اقدر اعلم على الاتنين بشيفت مع الكنترول تمام وبعدين بروح على حاجة اسمها شيب فورمات وجوه الشيب فورمات هلاقي حاجة اسمها اليسار ميرج شيبس ان انا هنا هوات بعمل ميرج ان انا بربطهم ببعض او بدمجهم مع بعض عندك هنا هوات كمان انواع الميرج عندك اليونيون وعندك زي ما انت شايف طبعا الشكل بيختلف مع كل خيار انا بختاره وعندك وعندك تمام وعندك كمان تقدر تختار الشكل اللي يعجبك حسب الحاجة ليك اللي انت محتاج تعمل بيها الميرج شبقة زي ما انت شايف اهو حسب الخيار اللي عندنا اللي هو الخيار اللي احنا اخترناه اللي هو هنا خيار تمام زي ما ان شايفين اعمل اه ربط الشكلين ببعض تقدر بعد كده تفصلهم بالشكل اللي انت عايز وتعمل منهم مجموعة من الاشكال الجميلة يعني على سبيل المسال انت بتتكلم عن احصائية معينة وبيختخرج بجزء منها من الدائرة دوت مسلا لو انت بتتكلم في السيلز او المبيعات او ما الى ذلك من الشرحات بتاعتك. في نهاية الحلقة النهاردة ارجو ان تكون استفدتم معانا بمجموعة الشرحات والنصار والخفاية والاصرار لباوربوينت ويريد ما تبقلوش على قناتكم قناة الابداع والتميز قناة ابدع واستمتع بلايك وسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للمشاهدة